مؤيد للديبلوماسية مع إيران وداعم قوي لإسرائيل هكذا وصف أنتوني بلانكن مرشح إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لشغل منصب وزير الخارجية وإذا كانت تلك صفات الرجل فإن ملامحة سياسة الخارجية الأمريكية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط تبدو أكثر وضوحا خاصة إذا قرن اختيار بايدن لشخصية بلانكن لتولي وزارة الخارجية بتصريحاته إبان حملته الانتخابية بشأن قضايا المنطقة ورؤيته لما يجب على الولايات المتحدة انتهاجه من سياسات في هذا الشأن وانطلاقا أن السياسة الخارجية الأمريكية من بين واجبات الرئيس التي يمكنه القيام بها دون إذن من الكونغرس فإن الجمهوريين لن يتمكنوا من عرقلة خيارات بايدن الخارجية والتي بدأت تمهيد لها باختيار بلانكن ما دفع محللين للقول أن إدارة بايدن ستقوم بتحركات واضحة لتغيير الصورة التي رسمتها إدارة ترامب عبر سياسات انتسمت بالقوة والصرامة إزاء إيران والدعم المطلق للكيان الصهيوني فبينما تتفق إدارة ترامب وبايدن على دعم كيان الاحتلال في تل أبيب تعتزم إدارة بايدن العودة للاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب في سياق سياسة الضغط الأقصى التي مارسها ضد طهران وهي السياسة التي يصفها بايدن بالفاشلة مؤكدا أنها أدت إلى تصعيد كبير في التوتر في المنطقة وأن إيران الآن باتت أقرب إلى امتلاك السلاح النووي عما كانت عليه عندما تولى ترامب السلطة قبل أربع سنوات غير أن بايدن علق عودة واشنطن للاتفاق النووي على عودة إيران إلى الامتفال الصارم به بل أكد كذلك أنه لن يرفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب حتى ذلك الحين ما يعني برأي محللين أن السياسة الخارجية الأمريكية قد تتغير أساليبها لكن تظل توجهاتها الرئيسية فابتة